ما تيجي تكون بتلعب كده وتلاقي مرة واحدة جالك رسالة يقول لك تم وضعك على قائمة المراكبة بعد اكتشاف سلوك غير طبيعي وانت اصلا ولا عملت سلوك طبيعي ولا غير طبيعي ولا نزلت برنامج ولا عملت اي حاجة وما تعرفش جالك من اين الرسالة اللي هي اصلا ملهاش اي لازمة وبعدين يقول لك سيتم التحقيق في شكواك ومش عارف ايه والحاجات دي وتطلع بره تلاقي نفسك بتلعب فردي وكمان من غير تصنيف ومن غير اي حاجة طبعا هنحل المشكلة ازاي تعالوا ونحلها مع بعض وكمان هبعت لك مساء من الدعم كمان اهو ومش عارف ايه وانت جوه المباراة ومش عارف اي حاجة وانت ما بتعملش اي حاجة تعالوا معايا اقول لكم ايه الحل في الموضوع ده لاني هطلع دلوقتي هلاقي حسابي موقوف دايما طبعا الناس كلها لانتشوف فيديو معايا تعالوا معايا ما تنسوش اشتركوا في القناة تعمل لايك الفيديو وكمان في رابط هنساعدك كتير جدا في او تعالي تعالوا معايا يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم اعزائي احبائي قناة بحر المنوعات في كل مكان النهاردة هنعمل فيديو جديد اه في بابجي بمناسبة موضوع المراقبة والحظر والحاجات اللي انتم عارفينها دي ان انت ما بتقدرش تلعب في حية حاجة غير بس لغير مصنف يعني لو جيت لعبت في كده هيقول لك انت حاليا تحت المراقبة ولا يمكن اي لعب اي مباراة في هذا يمكنك تشغيل وضع كلاسيكي في مباراة فردي فقط لغير يعني لو عملت كده في اي حاجة مش هتلعب مع فريق مش هتلعب تقييم محد بعد تلو كده هوت مسلا هيقول لك لا تتوفر اوضاع الفريق والغرف والبطولات خلال فترة مراقبة السلامة يرجى الانتزام بكواعد اللعبة واللعبة بالاحترام طيب ايه الحل في الموضوع دوت يا جماعة لان انت لو عايز تلعب بسرعة هتيجي طبعا تبدأ المباراة اهو هتلاقي فوق في علامة هي حمرة العلامة حمرة دي هتدوس عليها هيقول لك اهو تم وضعك على قائمة المراقبة بعد اكتشاف سلوك غير طبيعي في احد المباريات من اجل حماية بيئة الالعاب سيدم يجراء فحوشات امنية اكثر سرامة خلال فترة المراقبة ولن تكتسب مبارياتك اي نقاط لان انت هتلعب طبعا بدون تقييم لان انت مجبر تلعب بدون تقييم دلوقتي ههو هتيجي تلعب هيقول لك غير مصنف فقط لغير فانت طبعا مش هتكتسب اي حاجة طب انت عايز تحل المشكلة دي في سرعة قبل لاربعة وعشرين ساعة مراقبة وعايز تحلل بسرعة دي لو انت مسلا بتلعب ببرنامج غش هيقفل لك الاكاونت طبعا من غير الكلام بتلعب ببرنامج غش قديم برضو ومساحته دلوقتي مسلا قلت ان هلحق نفسي هعمل زكي لان هما دلوقتي همسح البرنامج من عند اللي هما هيرقبوني دلوقتي على التليفون وهمسح البرنامج فهلحق نفسي بسرعة والحقوني او بس سيتم التحقيق من شكواك يدويا بعد ارسالها اذا تبين اي حساب قد كان بالغش فستتعرض للحظر هل تريد ان تبدأ عملية التقديم ابدأ له قل له موافق انت كده بعدت تم ارسال الشرق هيرد عليك هنا هو يقول لك ما هي فترة المراكبة السلامة المشاركين الاعزاء من اجل الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة سيتم الان ان تقروا بقى الكلامة هوت ان تقروا مع نفسيك وهو بالغش تحت المراكبة لمزيد من ما عاش عارف ايه يحل المشكلة طبعا كلنا هنخش على البتاعة دي وكلنا عشان نحل اه المشكلة دي طبعا عشان عايزين تلعبوا وانتو مش عملتوا فيه ناس عملت وفيه ناس ما عملتش بس غالبا الرسالة دي ما بيجيش لاي حد غير لما يكون عمل فعلا بس انا بصراحة ما عملتش يعني اللسالة اللي جاتلي دي دلوقتي انا ما عملتش حاجة اصلا ولا عمر العبت ببرنامج غش ولا برنامج هكر ولا اعرف العب ببرامج هكر اساسا ولا عمر نزل ده يعني حتى انا معرفش اصلا يعني فانا بصراحة مستغرب ازاي الرسالة دي جاتلي ففيه ناس دلوقتي برضو هتقول ازاي لسالة دي جات لي زي بالزبط طب اعمل ايه حلها بسرعة ازاي انا هقول لك يا عم تعمل ايه اول حاجة هتبعت اهو بس طبعا لو انت لسه متابعين لحد دلوقتي ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وهتنزل هتلاقي رابط في اه التعليقات او في الوصف الرابط ده مهم جدا نخش عليه لو المشكلة ما تحلتش معاك بالطريقة اللي انا هقول لك عليها دلوقتي دي هتخش على الرابط اللي في التعليقات هيبقى اسرع من اللي انا هقوله تعالوا معايا هو المطالبة بس طبعا لازم تعمل لانا هقول لك ده الاول وبعدين ما حلتش يبقى انت ما ودمكش غير الرابط اللي في التعليقات اول حاجة هو تم وضعك على قائمة المراكبة بعد اكتشاف سلوك غير طبيعي في احد المجاريات من اجل حماية بيئة الالعاب سيتم اجراء فحوصات امنية مش عارف ايه والكلام ده الوقت المتبقى عندنا تلاتة وعشرين ساعة واثنوعة عشرين ثانية واربعتاشر ثانية طب لو انا عايز انهي الكلام ده كله واخش العب اعمل ايه من المواضيع دي كلها وتسيبوا يرقوا براحته هتعمل المطالبة بالملف اهو هيعد سيتم التحقق من شكواك يدوين وبعدين هتدوس على كلمة موافقة هيفتح لك خدمة العملة بتاعة البابج هتبدأ تكلموا منين بقى في علامة فوق اهي اهي هتدوس عليها هيفتح لك يقول لك لا لم يسعدني هذا قبل ان نبدأ نحتاج للمزيد ما عنوان بريدك الالكتروني هتكتب له بريد الالكتروني كذا كذا طبعا انا مقدرش اكتب بريد الالكتروني قدامكم اهو هوقف الفيديو وبعدين ابعت له وبعدين ارجع لكم تاني وبعد ما بعت له من بريد الالكتروني بتاعي دلوقتي بعدولي قالولي عزيز اللاعب نشكرك على تواصلك مع خدمة عملاء بابج موبايل سنضع اللاعبين المشبوهين تحت مراقبة السلامة للحفاظ على بيئة لعبة عادلة لاجراء فحص امني اكثر شمولا يعني سيتم وضع اللاعبين تحت فترة مختلفة من مراقبة السلامة بناء على مستوى الشكة المكتشف سيتم ازالة فترة مراقبة السلامة قريبا اذا التزمت بالقواعد واللواح سيكتشف نظام الامان بجوانب مختلفة مثل عميل اللاعبة وسلوك اللاعبة قد يتم وضعك تحت مراقبة السلامة اذا وجهت احد المواقف التالية على لغة من انك لم تغش لو انا عملت ايه بقى لو انا نزلت برنامج غش واستخدمته على الجهاز سيتعمل بعض برامج غش على تغيير عميل اللاعبة بشكل دائم قد يكشف النظام انك تشبه مش عارف ايه ده الشكوى اللي انت بعدتها دي هترد عليك بسرعة قبل الاربعة وعشرين ساعة وهيرد عليك ويقول لك اللاعبة شكرا لدعمك انت ما اكتشفناش عندك حاجة ده لو ما اكتشفوش عندك وقال لك تم اغضاق المحادشة ودي محادسة جديدة يعني لو انت عايز ترد عليهم بحاجة تانية اهو ممكن برضو تستعجلهم اكتر تكتب لهم انا لم اغش واريد الاستعجال في عولة اللعبة طريقة عولة اللعبة الطبيعية الطبيعية اهو ارسل كده انا بعت بيقول لك يرجى تقديم بعض لو انت مستعجل بقى لو مش مستعجل هتستنى اربعة وعشرين ساعة زي ما هو قال لك وهيرجعلك الاميل بشكل طبيعي جدا بس ده لو انت زي ما قلت لك ما غشتش وما عملتش اي حاجة وما نزلتش برامج حتى لو عندك برنامج ومسحته برضو اللعبة هتديك حظر حظر ايه بقى هو اللي هيقول لك مشانا ما تنساش تشترك في القناة هنبح لمنوعات على اليوتيوب وتعمل لايك للفيديو وتعالوا معايا اشرح لكم حاجة مهمة جدا في الرابط اللي هتنزلوا اول تعليق هتلاقوا فيه الموضوع ده اما بقى المعلومة التانية اللي عايز اقولها لكم اهي اول حاجة هتعملها طبعا لو انت لسه متابعني يبقى اكيد هتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتنزل رابط اول تعليق فيها شرح كامل للموضوع اللي هقول لكم عليه دلوقتي ده هتعمل ايه عشان يمكن الموضوع ده ده الموضوع التاني اهو لو انت مساعدة طبعا هتعمل تسجيل خروج من اللعبة عادي خالص اهو اهو هل تلغب في تسجيل الخروج من الجهاد الحالي وتسجيل الدخول مجددا تقول له هيقول لك تسجيل خروج من جامعة الاجهزة اهو سجل انا كده خرجت اهو وبعدين هتخش من خلال البريد الاكتروني بتاعك لا هتعمل اول اصلاح او مساعدة يعني ادي اول حاجة اصلاح روتيني اهو اهو زي ما انا بعمل كده بالزبط هيدخل لك اللعبة دلوقتي اهو زي ما انتو شايفين لحظة بلحظة طبعا لو لسه متابعني يا ريت ما تنساش تشترك في القناة وشرح الفيديو اللي بقى الموضوع اللي بقول لكم عليه ده كامل هتلاقوه في اول تعليق تحت اهو اهو طبعا بيعمل اصلاح زي ما انتو شايفين اهو بيتقدم وبيعمل الاصلاح وزي الفل انتهت تحديث يركع اعادة تشغيل لعبة لمشاهدة المحتوى الجديد اهو هتخش كده زي ما انا دخلت اهو زي ما انتو شايفين كده انا عملت الاصلاح وقدمت الشكوى ورحت كمال لون مصلاح يعني انا عملت كل حاجة في ايدي ممكن اعملها عشان الموضوع يشتغل عندي تاني او يشتغل بسرعة الايميل اللي تقفل عندي اهو هارجع اخش تاني اهو من خلال اهو السماح سماح ومسماح ومصلاح عملت كل حاجة زي ما انتو شايفين دخلت الايميل بتاعي من تاني وطبعا انا ده ما قلت لكم ولا غاشش ولا بغش ولا بعرف غش ولا بعرف انزل البرامج طب جالي ليه الموضوع ده يا جدعان انا معرفش طب تأخرني ليه بتاعدني يوم كامل من غيرها ما عرفش اهو دخلت هلاقي كل حاجة زي ما هي اهو يمكن انا عشان بموت كتير وباعمل بلعب كتير فيمكن اعمل للموضوع ده طبعا ما تنسوش اشترككم انا كانت بحرم النوعات على اليوتيوب اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مماركاته مماركة تمائج شكرا